طيب نتكلم مع بعض عن فيلم العتبة الخضرة أو فاصل العتبة الخضرة نحن متفقين أنه في كتير من الفصول هي علاقة بالأفلام يعني هو العتبة الخضرة واحد طبعا من أجمل الأفلام اللي قدمها سماعلي ياسين ولكن فيها درس مهم جدا لكل النجوم على مر الأصور لما جاء يتعمل العمل العتبة الخضرة أحمد مظهر أصر أنه اسمه يتكتب الأول فالمنتج قال له إزاي ده يعني عشان إسماعيل ياسين قال له هو بطل الفيلم إسماعيل ياسين قال له أنا اسمي يتكتب الأول وإلا مش هشتغل فرح المنتج قال إسماعيل ياسين فإسماعيل ياسين قال له ماشي أوكي وفيش مشاكل يتكتب اسمه الأول عادي يعني كتب اسمه الأول ورحوا العرض ليلة الافتتاح أحد أحمد مظهر في الصالة لقى يعني الجمهور تقريباً يعني مش شايف غير إسماعيل ياسين في الفيلم فخرج من السينما وراح لإسماعيل ياسين قال له أنا آسف أنا غلطت إن أنا طلبت إن اسمي يتكتب الأول أنا فهمت غلط وإنت ديتني درس أنا مش ممكن هنسعه ده كان درس مهم جداً النجم اللي وثق من نفسه مش مهم يتكتب اسمه في الأول في النص في الآخر ما يتكتبش اسمه خالص مهم يشوف رد فعل الجمهور عليه إيه الجمهور بيستقبله إزاي الجمهور عايز مين هو ده الهدف وده اللي كان إسماعيل ياسين بيعمله دايماً مش فارق معاه اسمه يتكتب في النص في الأول اسم الفيلم الأفيش عليه اسمه ولا فارق معاه أي ده لأنه هو عارف وواصف من نفسه إنه هو هيقدر يجيب الجمهور إزاي وهو عارف أهميته في العمل وهو كمان عارف أهمته الإنسان لما بيكون عارف أهمته بتفرش معت الفصيل الصغيرة خالص طبعاً طيب نتكلم عن أي تاني الفصول أو أي تاني صاحبة العسمة مثلاً صاحبة العسمة ده كان حاجة مهمة أوي لأن إسماعيل ياسين لما جي يتجوز السيدة فوزية أولاً هو حبها جداً وكانت أسرتها رفضة إنه هم دي أم الولد أه طبعاً أم الولد أم ياسين أو هو بيعتبرها الزيجة الوحيدة في حياته الحقيقية في حياته نسي نسي الزيجتين اللي هم كانوا تلتة شهر واسبوعين والكلام ده دي كانت حاجة كده مرور ما سابش أي أثر في حياته ونسيهم هو كمان بسرعة وما كانش بيحب يتكلم عنهم ولا افتكرهم لكن هي سيرة فوزية طبعاً دي كانت يعني هي حياتهم أي أحبها جداً ويتجوزوا برغبة يعني يعيد عن أهلها إنهما كانوا رفضين وكده لكن قدرت فعلاً تنظم له حياته وتسعيده وكان بيحبها جداً لدرجة إنه هو كان مثلاً يعمل مشهد وهو بيصور فيلم وبعدين المخر جايولي السطب فهروح يتصل بيها ويتطمن عليها في التليفون يعني أي وقت تجيله فرصة إنه يكلمها أو يسمع صوتها أو يتطمن عليها على طول كان بيعمل كده وأخذ قرار مثلاً إنه هو القبالات في الأفلام ممنوعة بالنسباله ما كانش بيعمل ده خالص ما عملوش فحباً فيها برضي فأعتبرها إنه صاحبة العصمة بالنسباله يعني